حدثنا حجاج قال حدثنا ليث قال حدثني يزيد بن ابي حبيب ان سويد بن قيس اخبره عن معاوية ابن حديج ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى يوما فسلم وانصرف وقد بقي من الصلاة ركعة فادركه رجل فقال نسيت من الصلاة ركعة فرجع فدخل المسجد وامر بلالا فاقام الصلاة فصل بالناس ركعة فاخبرت بذلك الناس فقالوا لي اتعرف الرجل قلت لا الا ان اراه فمر بي فقلت هو هذا فقالوا طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه حدثنا يحيى بن اسحاق قال حدثنا ابن لهيعة عن يزيد بن ابي حبيب عن سويدي بن قيس عن معاوية ابن حديج قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول غدوة في سبيل الله او روحة خير من الدنيا وما فيها حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد بن ابي ايوب قال حدثني يزيد بن ابي حبيب عن سويدي بن قيس التجيبي من كندة عن معاوية ابن حديج قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان كان في شيء شفاء ففي شرطة من محجمين او شربة من عسل او كية بنار تصيب ألما وما احب ان اكتوي حثنا عتاب بن زياد قال حدثنا عبد الله قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثني الحارث بن يزيد عن علي بن رباح قال قال سمعت معاوية ابن حديج يقول هاجرنا على عهد ابي بكر فبين نحن عنده طلع على المنظر حثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت عن صالح ابي حجير عن معاوية ابن حديج قال وكانت له صحبة قال من غسل ميتا وكفناه وتبعه وولي جثته رجع مغفورا له قال ابو عبد الرحمن قال ابي ليس بمرفوع ليس بمرفوع